سألت خليفة وشاب قبل الفاصل تشكيل اللي شايفينه الافضل لمنتخامنا الوطني اللي يقدر يواجه به موزنبيق بكرة بإذن الله استاذ خليفة لأنها موزنبيق فأنا حاختار يعني الاختيارات ممكن حنقول الشناوي ده تختار طبيعي حجازي وعبد المنعم اختارات طبيعية اختنحت الشمال فتوح ممكن هو ده اللي حيفضل طول البطولة بنتكلم في فتوح ولا بس أنا شايف أن فتوح يتم تجهيزه عشان اللحظات الحاسمة في البطولة بتحتاج فتوح فتوح لو نستكر بطولة اللي فاتت لعب مبارات كبيرة جدا ضد يعني أظهرة زي أشرف حكيم فهو عنده الحتة بتاعة البرود بقى والتقل فأنا عايزه يجهز خلال البطولة فنبدأ بفتوح الناحية التانية أعتقد أن محمد هاني متوازن أكتر مع عمر كمال وخاصة بعد إصابة عمر كمال أختار النيني في مركز 6 يعني الاختيارات في خط النص شوية هتبقى هجومية زيادة اختار النيني في مركز 6 وأختار إمام عشور يبقى ناحية الشمال تمانية ناحية الشمال واخد واجبات لقلب الملعب هنستفاد من تزديداته ومن تمريراته في العمق ولعبه في العمق والزيادة بقدر يزادها بالكورة واختار زيزه التمانية ناحية اليمين ويفتح هو الملعب عشان يدي المساحة أكبر لصلاح وحاختار طبعا مع صلاح مصطفى محمد بنت ريسجي وعمر مربوش الصراحة اختيارات محيرة بس أنا اختارت نسجية عشان رجلو ماشي عجون آخر بمبارياتي حلو جدا مش هختالب كتير عن اللي قاله خليفة طبعا الشناوي لغنا عنه وده ممكن الحارس الأساسي بالنسبة لنا وبالنسبة لمنتخب مصر محمد هاني أحمد حجازي محمد عبد المنعم محمد حمدي فالتوح بعيد شوية بقاله فترة كبيرة محمد حمدي اعتقد المركز ده يبقى فيه تبادل ما بين الاتنين طوال البطولة وممكن ده اللي هيساعد منتخب مصر في قوات كتير اللي انت يبقى عندك حرية اللي انت تستخدم ايا ان كان منهم حسب قدرات الفرقة اللي انت هتلعبها نص ملعب طبعا هو اللي هيبقى فيه الحيرة كلها بالنسبة لروي فيتوريا انه عنده لعبة كتير عنده خيارات كتير عنده لعبة بتلعب اكتر من مركز ويقدر يشكل منهم وكلهم حلوين يعني تلعب اي تلاتة لو بكرة مثلا فيتوريا حطى اي تلاتة عبرك ما هتختلف وتقوله التلاتة والمشان هم بروفيلات مختلفة بروفيلات مختلفة كل واحد دي شكل كل واحد هتقدر تستخدمهم في مباريات مختلفة صح هنا بقى قدرة المنافسة اللي انت هتلعبه اللي بيتحدد التلاتة اللي تستخدمهم خليفة يمكن قالك احنا نلعب باتنين تمانية عندهم قدرات هجومية كبيرة حتى لعبة رقم ستة النيني عنده قدرة على الزيادة قدرة على التزديد وقدرة على التمرير الطولي بشكل جيد لكن بيتوريا أكيد هيفكر في عملية التوازن ان تبقى موجودة في نص الملعب ويعتمد على محمد النيني لعيب رقم ستة موجود أحمد سيد زيزو لعيب رقم تمانية تحت محمد صلاح عشان يقدر يستغل المساحة اللي قدام محمد هاني واللي بيفرقها له محمد صلاح لما بيخش في عمق الملعب اللعيب رقم تمانية ناحية الشمال أعتقد بحمد فتحي كنوع من أنواع التوازن وحمد فتحي ما يقلش في قدرات الهجومية كتير عن بعض اللعيبة لا هو ما يقلش عن إمام عشور بس ممكن بواجبات هجومية مختلف عن إمام عشور خاصة في النجاعة الهجومية اللي عنده بشكل كبير في أوقات كتير من المتشوات سواء في اللعب المفتوح أو في القرات السابتة لو دورت على آخر الأهداف اللي سجلها منتخب مصر في المتشوات الوداء تلاقي حمد فتحي هو ما عنده نفس النجاعة الهجومية بس الثاني بقولك أنه مثلا حمد مميز جدا في ضربات الرأس فكرة العضاية عارف يزيد إمام هيصوب من بره بشكل رائع جدا وممكن أن يكون الاتنين مختالية يعمل شغل كويس الاتنين فيه اختلاف لكن الناحية الدفاعية اللي ممكن يؤديها حمد فتح هتبقى أعلى بكتير من إمام عشور خاصة أنت بتلعب منتخب موزنبيك بيجيد التحولات الهجومية بشكل جيد عملها قدام منتخب الجزائر في الماتش في تصفات كاس العالم عملها قدام بوتسوانا في الماتش اللي كذبوه برضو في كاس العالم وكانوا كذبين الماتش ده ثلاثة اتنين لكن منتخب ما تدعش أنت تستهيم بيه لكن لازم تلعب بنوع من أنواع التوازن خاصة في عملية وسط الملعب وتستغل قدراتك الجميع الكبيرة لما جودة متمثلة في محمد صلاح نعتلمين كأجناح يمين مصطفى محمد كرأس حربة كتريزجي أو عمر مرموش أي إن كان يلعب بينهم أنا بالنسبة للاتنين هم بروفايل واحد بنفس الأداء بنفس الشكل لكن تريزجي بيمتلك من الخبرات أكتر عنده كدرة وعنده لغة فهمة بينه بنصلاح كبيرة وشوفناها في الماتش الأخير قدام تنزانيا في الهدف الأول اللي سجلوه الحركة بالنظر بس كده من غير ما يبقى فيه أي تاكتيكس موجود لكن دي ممكن يتدع أفضلية لتريزجي منتخب مصر قادر إن شاء الله أن يعدي بالمجموعة بشكل متزن وبشكل سهل بتدرج الماتشات إن شاء الله